موسيقى قلوب لم ترضى للعزيمة والإصرار بديلا وسواعد لم تثنها النوائب ولا الشدائب وأقدام تعلمت الثبات والرسوخ من ججور النخيل المتعصلة في هذه الأرض الطيبة موسيقى سنة 25 وتسعمائة وألف شهدت مولد أحد أبناء أبوظبي الذين كانت لهم يد جعلت كلمة العطاء تتردد في مناحي الإمارة إنه سالم بن مسلم بن حم العمري صاحب النشأة البدوية العصيلة رافق منذ فجر شبابه المغفور له شيخ زايد بن سلطان آل منهيان طيب الله ثرعه وعاصر معه جميع مراحل التغيير فهو الأخ والصدير الذي لم يغب أبداً عن مجالس المغفور له الشيخ زايد كما أنه من بين الرواد لكل ما يتعلق بتفاصيل سيرة الوعدة الراحل نقطة انطلاق بن حم شخصية عامة كانت من أولئك الذين حاولوا جاهداً تحقيق أمن أبوظبي والحفاظ على سلامتها من خلال تصديه لبعض محاولات اختراق قطاع الطرق والعصابات المأجورة كان ذلك في وقت عانت فيه المنطقة اضطرابات أمنية وسياسية خصوصاً في السنوات الأخيرة التي سبقت قيام الاتحاد وبقيام دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتوقف عطاء الرجل فبتوجيه من الراحل الكبير أنجز بن حم العديد من المهام التي تدخل في صلب العمل الوطني أهمها فضه النزاعات وتقريبه وجهات النظر بين بعض القبائل في مرحلة حساسة من تاريخ الدولة الوليدة في مرحلة لاحقة دخل بن حم معترك الحياة النيابية عضواً في المجلس الاستشاري الوطني لسنوات عدة جعل حينها هموم المواطنين ومشكلاتهم شغله الشاب ويبقى بن حم واحداً من أبناء أبو ظب المخلصين الذين قدموا الكثير من المبادرات والأفكار وأدركوا أن الرحلة طويلة وأن الوصول إلى نهايتها لن يأتي من غير جد وعمل دؤوم تشمر لهما سواعد الرجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر